السلام عليكم يا هده الطيبين شلونكم شخباركم كل بصحة واجعلناكم اليوم في فيديو جديد تتجدد وياكم علي من قناة يوميات عراقية بالنمسا وكل اهلا بيكم بمشتركين الجدد وأكيد منورين قناتي وهاي مو قناتي أكيد قناتكم اليوم رح سوي لكم طريقة عمل تم من الباقلة طريقة هم كل السهلة والبسيطة والنتيجة روعة وراح سوي لكم شربة العدس بالجزر والبتيادة يعني اليوم فطور كامل وراح خليكم ويا الوصفات وطريقة العمل بس شنو حبابي خلونا اللايك اتمنى تحطونا اللايك والجدد اذا عددتكم القناة تشتركوا بيها واتمنى تفعلون جرس على الكل حتى كل شي جديد يوصلكم من قناتي فأول ما بلاشنا سوينا تشريبنا مال الدجاج لأن تم من الباقلة سوينا ويا الدجاج بالمجفوعن هنا عندي افخاد كل فخد سويت قطعتين لأن مرات احط الفخد كامل وما يأكلوه فاقسمي تزار زار احسن فخلينا شوية زيت خلينا شوية بصر راح انقلبه هو والبصر والزيت لحد ما عندي يحمس هنا هاي الطريقة حتى ما يصر اتكم كل زفرة بالدجاج واخلينا شوية كاري شوية كركم شوية حبات هيل ورق الغار نومية بصرة واحدة وتدوم ماجي او ملح براحتكم فهس راح نخلي بنكركم من كل شي شوية شوية دائما تقولون مع الله ليش انتي ما عندش مقادير الحباي بترهوه هم نقول احنا عينك ميزانك واني ما اقدر قطي مقادير دائما لان احنا عائلتنا خمس نفرات اكو عائلة عشرة شوفوا هنا حطيت قرنفل هيل ورق الغار ونومية بصرة واحدة كل هاي المواد خليتها فوقها وراح قلبها يعني هم حسب عدد النفرات يعني انا سمناها راح خلي مرات حتى الاني حتى من قطيكم مقادير مرات تقولولي مرات تقولولي مفلان احنا نفرين يعني ادري اهم مثل المقادرات احنا عينك ميزانك اعتقدوا اني من اطبخ ترى بدون مقادير اني قمت اصوي مقادير لخاطركم انتوا اكيد ما قدر اصوي بدون مقادير لان حتيها عليكم فالموم هنا حبايبي اول ما بلشنا بتشريب انتجاج سوينا ومثم ما شو تشفنا خلينا الاضافات الي قلت لكم وان شاء الله كل شي واضح في الفيديو واخر شي خلينا الملح خلينا على ميحار سوف نقبغى وخلي على النار ونبدأ نسوي الشربة وماردنا الشربة هاني حبايبي هم العام من نازلتها لكم شربة العدس وياها البوتيتا والجزار بس طعمها كل شي طيب المهم حبايبي خلينا شوية زيت بصلايا حجم الغير هاني هسا راح سوي يعني ما ننقل خمس نفرات فتتقدرون هاي المواد تضعفوها سوون مال عشر نفرات وده اقل نص الكمية سوون فحبايبي هنا اقتركم حطينا زيت حطينا بصلايا وقلبناها ما نخليها يعني ندير لونها لا حبايبي بس اسمن تذبن واحنا على صفحة ادنا جزار وبوتيتا قصغصي كلش ناعم وما مستوي حبايب ما مستوي خاف السئلوني لا ما مستوي بس المهم تقشروا وتفرمو كلش ناعم وراح قلبوية البصل هم تقضيبة خفيفة نخلي شوية يعني يتبل عدنة فتنقول خمس زقايا ننصي على نخلي على نار هادة بس انتبهوا خافي تشعتكم بس شوية يتبل عدنة وعدنا العدس همين احنا غاستي على صفحة تقريبا نقول كوب مال عدس غصلنا وخلينا على صفحة وهس هذا هم راح قلبه ويه البوتيتا ويه الجزار يعني هسا ما هو ترى كل حبايبي مستوي يعني على العموم ترى البصل والجزار بس مجرد انه شوية ذبنا مستوى عندنا تماما وهس راح نخليها المي وننتظر اي فور يعني حتى يستوي العدس عندنا وتستوي الجزار والبوتيتا كلها تستوي استوى كامل طوال هم تجربوها كل اللي شكتلكم بطيبة طعامها وروعة وهم ان تظور تجربتكم الها وصوركم الها هسا هنا المواد كلها استوى تشوفوا العدس عندي راح يعني تقريبا مهروس والبوتيتا عدنة مستوى والجزار مستوي راح نسوي بهاي المهراسة ننهرسة بهاي المهراسة او تريد قدون تحطوه بالخلاط هم عادي بهاي شكال بهذا الشكال ننهرسة لحد ما عندنا كلها يتلابس ويصير شكال واحد يلا خلينا شوف اليوم كم واحد راح يجربها كم واحد راح يدد الصور وعدكم مقت للفطور وهي هم تاخذ منكم مقت بسرعة تستوى عدكم حبابي ها ستركها مبلغ راح خليلها ما تايس وانتظرها شوية تفور المالت корثة الماديتين الحقهم هطة وثورة عنك كمية اللى عندي كان عنو第一個 داد انتبهون تتوزن او تخبرون مقط الماء او ملاش تريدووا تند مياه و الضغير فحيث على ملح و حيث مع طفيلين و الملح و ماء و ماء تم الضجاج سوف نقوم بتخليصها مرخ كمون انواع البقوليات على العموم هي اتفاخ بالاخص برمضان فنحط له شوية كموم وهاي كملة شربتنا بس بقالي هزاش راح سوي خليت شوية زيت لانان بدات راح خليت قليل زيت ما حطته هواي راح نخلي هنا مزيت راح نجيب صلايل له خليم حجمها صغير هنا راح اضل اقل له بالبصال حد ما عندي يستوي ويتغير لونه حبايب هزا هنا تقريبا صارو هذا الشكل شوفو اشقر لونه تقريبا استوي وشربتنا همين يعني كاملة فاش راح نسوي راح ادير هذا البصال فوق الشربة هزا صارت عدي كاملة وجاهزة يعني تريدون تحطون بعض معدنوس تريدون تحطون يعني اي شي خضارة براح تقوم حبايبي قلت لكم جربوها طعامها كلش روعة وخفيفة وطعامها كلش طيب اطيب من شربة العدس اللي واحدها شوفها ثاني حاطت لها شوية معدنوس هاي اخر شي انا دعما اذا شي اخضر اخر شي اخلي يعني اخلي المعدنوس واطف بيها فهزا هي تقريبا مستوي عندي حبايبيست وتستواء كامل وهسا راح اسوي لكم التمن الباقي الاورز بالفول باقي الدول حبايبيست راح اسوي بازل راح اسويكم هم طريقة جديدة وسهلة ونتيجة يعني اسا راح شوفو انتو خلينا ماي خلينا على ملح ننتظر الحد مايفور انا اكيد عندي التمن غاصلت على صفحة وشوية منقعته لان مارده هو ينقع عندي راح نخليه بالماء ننتظر الحد ما يفور وعدنا يستوي يعني نص استواء مو تخلو يستوي استواء كامل حبايبيست لان تنال التمن البازل او السلك مو تخلو يستوي استواء كامل و تخلو يهدر راح يصير عدكم يعني الحباية ماما في وراء فلا تخلو كل شي استوي يعني تقريبا نص استواء او ثلاثة اربع استواء اكثر شي اعني هيش اسمن يعني اكثر شي اكثر شي خلي 10 دقائق ما خلي اكثر من 10 دقائق يفور عندي وهم حسب نوع التمن حبايبي ارجع وقل لكم خاف مرات تسوين 10 دقائق يعجل عدكم او 10 دقائق وضي الحباي توافة هم حسب نوع التمن حبايبي فاني النوع التمن عندي يعني مرات 10 دقائق او 8 دقائق واصفي ما اخلي هواية بسرعة عندي يستوي علمو مناش راح يسوي راح نخلي شوية زيت ننتظر الحد ما عدنا يكوي ننتظر حد ما يكوي وعدنا بصلاية نعمة صغيرة يعني فرامناها كلش كلش نعم راح شوية نقلبها بالزيت مالتنا الحد ما عدنا شوية تدبل ويضير لونها بهاذا الشكل يعني تخلي كلش سرطوخ يعني اسمن بيها شقار ش راح يسوي راح اخلي الباقلة مالتنا باقلة ما مستوي حبايب ولا مسلوقة ولا عبد راح اخليها فوق البصل راح اقلبها تقضيبة خفيفة ويلبصل مالتنا بهاذا الشكل واخر شي عندنا لشبنت احنا ثارمي اكيد غاسلي وثارمي نعم راح يسوي راح اخلي فوق الباقلة بس شوية خلي الباقلة نقلبها تقضيبة خفيفة بحيث اذا بيها يعني شوية مي حتى ينشف المي داما انا معلمتكم اي شي يعني حتى التمن اذا بيه مي اظل اقلب بيه حال ما تحسون المي ما تنشف يلا تحطوا لهم مي لان حتى يطيكم لمعة وشكل حلو فانمم ها هنال باقلة يعني هسا شفت انو عندي يعني نشفت طبعا شبنت اخضر ما عندي فعندي اليابس تدكون اللي جففتها وياكم بقبل رمضان من جففت الخضروات شفوفوها سفادني يعني مرات انا ليش اقول لكم شي امور تفيدكم يعني انا اجبني هسا تمام باقلة اريد اتسوي وما عندي شبنت والسوق بعيد عليا فها عندي هاد المجفف الاخضر خليتهم فوقها وراح اقال طبعا هي الباقلة وراح اخليلي شوية مي طبعا الريحة ما احتي لكم ريحة لشبنت من هسا نهمس والباقلة شون طيبة راح خليلي شوية مي ما احط له واي مرات تقولولي احنا الباقلة عندنا ما تستوي هم حسب نوع الباقلة فحطيتها هسا شوية مي راح انتظرها يعني يفور شوية تتلابس الباقلة والشبنت يعني تقريبا خليتها يفور فد نقول فد اربع دقائق وحنا التمن عندنا بازلي ومصفي راح نخليه في وقعه يعني هسا الباقلة ماتنا مستوي تقريبا نص استواء او ثلاثة اربع استواء وعندنا الروز هم ثلاثة اربع استواء ربع الاخير هسا كلهم راح يستوان سويا يعني ان شاء الله فهمت القصدي يعني الباقلة تقريبا يعني استوات بس مو استواء كامل والتمن هم احنا بزلنا يعني هم استوي بس مو استواء كامل فبقى الشيء الاخير يعني الربع الاخير راح يستوان سويا وراح اشوفوا الشكلة راح اشوفوا اللونة والطعم والريحة ما احشي لكم ومثل ما قلت لكم انا احب داما اغير بالبصفات ماتي وبطريقة الطبخ والحمد لله تطيه النتيجة كلش حلوة وشوفوا يعني قدامكم شوفوا قدامكم شوفوا الخضار يخبهم وهس راح خلي نجمتنا اليوم الستة وعشرين من شهر رمضان وهس هنانا صبينا وهي قدامكم النتيجة هي كلش كافي والدجاج اكيد قلينا طبعا مراما السلق وستواء قلينا وصفتنا بهذا الشكل وشوفوا شلونه وسوينا طبعا هنا طبق حلوة جاليه وقتنا هنا تمرية باقية وشوربتنا لتخبل اللي طبعا اتمنى ستساوه وشوفوه فاليوم جبتكم طريقة اللي عملتم من الباقلة جديدة وشوربها من نوع جديد فاتمنى تنال عجابكم يلا خلنشوف اليومكم ما حد راح يسوي وما احشي لكم على الطعم والريحة مالتمن الباقلة وده يشوفون شو منثور ويخبل في يلا خلنشوف تطبيقاتكم صوركم على الانستاماتي نفس اسم قناتي وهم شي لا تنسون الرحمة الوالدية والاخوية ولهنا واغلكم مع السلامة للجميع